يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ويمضي السياق خطوة أخرى في دستور الصدقة ليبين نوعها وطريقتها بعدما بين آدابها وثمارها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد إن الأسس التي تقوم عليها الصدقة تقتضي أن يجود المؤمن بأفضل الموجود لا بالرديء الذي يعافه صاحبه ولو قدم إليه في صفقة ما قبله إلا أن ينقص من قيمته فالله أغنى عن تقبل الرديء والنداء عام للذين آمنوا في كل وقت وجيل والمال يشمل ما كسبته أيديهم من حلال طيب وما أخرجه الله لهم من الأرض من زرع ومعادن وبترول ما كان معهودا وما يستجد فالنص شامل كل مستحدث في أي زمان ومكان وكله مما يوجب النص فيه الزكاة وتشير الآية إلى أن الجماعة الواحدة تكون فيها النماذج العجيبة السامقة والنماذج الأخرى التي تحتاج إلى تربية وتهذيب وتوجيه لتتجه إلى الكمال ولذلك جاء هذا التعقيب واعلموا أن الله غني حميد غني عن عطاء الناس فإذا بذلوه لأنفسهم فليبذلوه طيبا وطيبة به نفوسهم وحميد يتقبل الطيبات ويحمدها ويجزي عليها بالحسنة ولما كان الكف عن الإنفاق أو التقدم بالرديء الخبيس ينشأ عن دوافع السوء والخوف من الإملاق كشف الله للذين آمنوا عن هذه الدوافع ليعرفوا من أين تنبت وما الذي يسيرها في القلوب إنه الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم فالشيطان يخوفكم الفقر فيثير في نفوسكم الحرص والشح والتكالب ويأمركم بكل معصية تتجاوز الحد وفي حين يعدكم الشيطان الفقر يعدكم الله المغفرة والعطاء ويقدم المغفرة على الفضل فهو زيادة فوق المغفرة ويشمل كذلك عطاء الرزق في هذه الأرض جزاء البذل في سبيل الله والإنفاق وهو يعطي عن سعة ويعلم ما يوسوس في الصدور وما يهجس في الضمير يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب والله لا يعطي المال وحده ولا المغفرة وحدها إنما يعطي الحكمة وهي توخي القصد والاعتدال وإدراك العلل والغايات ووضع الأمور في نصابها في تبصر ورؤية فمن آتاه الله إياها فقد أوتي القصد والاعتدال فلا يفحش ولا يتعد الحدود وأوتي إدراك العلل والغايات فلا يضل في تقدير الأمور وأوتي البصيرة المستنيرة التي تهديه للصالح الصائبي من الحركات والأعمال وذلك خير كثير متنوع الألوان فصاحب اللب هو الذي يتذكر فلا ينسى ويتنبه فلا يغفل ويعتبر فلا يلج في الضلال وهذه الحكمة يؤتيها الله من يشاء من عباده فهي معقودة بمشيئة الله سبحانه وهذه هي القاعدة الأساسية في التصور الإسلامي رد كل شيء إلى المشيئة المطلقة المختارة وفي الوقت نفسه يقرر القرآن حقيقة أخرى أن من أراد الهداية وسعى لها وجاهد فيها فإن الله لا يحرمه منها ليطمئن كل من يتجه إلى الله أن مشيئته ستقسم له الهدى وتؤتيه الحكمة وتمنحه ذلك الخير الكثير وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار والنفقة تشمل سائر ما يخرجه صاحب المال من ماله والنذر نوع من أنواع النفقة يوجبه المنفق على نفسه ولا يكون لغير الله فالنذر لفلان من عباده نوع من الشرك كالزبائح التي كان يقدمها المشركون لأوثانهم وشعور المؤمن بأن الله سبحانه مطلع على عمله ونيته يثير في حسه شعور التقوى والتحرج من أن يهجس في خاطره هاجس رياء أو خوف من الفقر وشعور الاطمئنان على الجزاء والثقة بالوفاء ومن لا يؤدي الحق لله ولعباده فهو ظالم للناس ولنفسه وما لهؤلاء من أنصار وإخفاء الصدقة حين تكون تطوعا أولى وأحب إلى الله وأجدر أن تبرأ من شوائب التظاهر والرياء فأما حين تكون آداتا للفريضة فإن إظهارها فيه معنى الطاعة وفشو هذا المعنى وظهوره خير ولذلك تقول الآية إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير فتشمل هاتين الحالتين وتعطي كل حالة ما يناسبها وتحمد هذه في موضعها وتلك في موضعها وتعيد المؤمنين على هذه وتلك تكفير السيئات وتستجيش في قلوبهم التقوى والطمأنينة وتصلها بالله الخبير بالنية والعمل في جميع الأحوال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء للذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهن أغنياء من التعفف وتعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهنا التفات من خطاب الذين آمنوا إلى خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لتقرير جملة حقائق كبيرة ذات أثر عميق في إقامة التصور الإسلامي على قواعده وفي استقامة السلوك الإسلامي على طريقه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون إن أمر القلوب وهداها وضلالها ليس من شأن أحد من خلق الله ولو كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أمر الله وحده فهذه القلوب من صنعه ولا يحكمها غيره ولا سلطان لأحد عليها إلا الله وإخراج هذا الأمر من اختصاص البشر يقرر حقيقة وجوب التوجه في طلب الهدى إلى الله وحده ثم هي تفسح في احتمال صاحب الدعوة لعناد الضالين فلا يضيق صدره بهم وهو يدعوهم ويرتقب إذن الله لقلوبهم في الهداية فلتفسح لهم صدرك ويقرر الإكراه على الدين فحسب إنما يقرر ما هو أبعد من ذلك يقرر السماحة الإنسانية وحق المحتاجين جميعا في أن ينال العون والمساعدة ما داموا في غير حالة حرب مع المسلمين من دون نظر إلى عقيدتهم ويقرر أن ثواب المعطين محفوظ عند الله على كل حال ما دام الإنفاق ابتغاء وجه الله وهي وثبة بالبشرية لا ينهض بها إلا الإسلام ولا يعرفها على حقيقتها إلا أهل الإسلام ثم يخص بالذكر مصرفا من مصارف الصدقة ويعرض صورة كريمة نبيلة لطائفة من المؤمنين صورة تستجيش المشاعر وتحرك القلوب لإدراك نفوس أبية بالمدد فلا تهون وهي تأنف السؤال وتأبى الكلام للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم هذا وصف لجماعة من المهاجرين تركوا وراءهم أموالهم وأهليهم وأقاموا في المدينة ووقفوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله وحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأهل الصفة الذين كانوا بالمسجد حرسا لبيوت الرسول صلى الله عليه وسلم وأحصروا في الجهاد لا يستطيعون ضربا في الأرض للتجارة والكسب وهم مع هذا لا يسألون الناس شيئا فيحسبهم من يجهل حالهم أغنياء لتعففهم عن إظهار الحاجة ولا يفطن إلى حقيقة حالهم إلا ذو الفراسة والنص عام ينطبق على سواهم في جميع الأزمان على الكرام المعوزين الذين تكتنفهم ظروف تمنعهم من الكسب قهرا وتمسك بهم كرامتهم أن يسألوا العون إنها صورة عميقة الإيحاء يرسمها النص القصير لذلك النموذج الكريم وهي صورة كاملة ما يكاد الإنسان يتم قراءتها حتى تبدو له تلك الوجوه وتلك الشخصيات كأنه يراها هؤلاء الفقراء الكرام الذين يكتمون الحاجة لن يكون إعطاؤهم إلا سرا وفي طلطف لا يخدش إباءهم ولا يجرح كرامتهم ولذلك كانت تعقيب موحيا بإخفاء الصدقة وإسرارها مطمئنا لأصحابها على علم الله بها وجزائه عليها الله وحده الذي يعلم السر ولا يضيع عنده الخير وأخيرا يختم دستور الصدقة في هذه الآيات بنص يشمل طرائق الإنفاق وأوقاته وبحكم عام للمنفقين لوجه الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويبدو التناسق في هذا الختام في عموم النص وكأنما هي الإيقاع الأخير الشامل لكل من ينفق ولكل أنواع المال ولجميع الأوقات والحالات فللمنفقين الأجر على إطلاقه من مضاعفة المال وبركة العمر وجزاء الآخرة ورضوان الله بلا خوف ولا حزن في الدنيا وفي الآخرة سواء وهذا التناسق يوحي بذلك الشمول والتعميم إن الإسلام لا يقيم حياة أهله على العطاء بل يقوم نظامه كله أولا على تيسير العمل والرزق لكل قادر وعلى عدل توزيع الثروة بين أهله بين الجهد والجزاء ولكن هناك حالات تتخلف لأسباب استثنائية وهذه هي التي يعالجها بالصدقة فريضة تجبيها الدولة المسلمة المنفذة لشريعة الله كلها وهي وحدها صاحبة الحق في جبايتها وتطوعا غير محدود يؤديه القادرون للمحتاجين رأسا مع مراعاة الأدب وبضمانة تعفف الآخذين إن الإسلام نظام متكامل تعمل نصوصه وتوجيهاته وشرائعه كلها متحدة ولا يؤخذ أجزاء وتفاريق وهو يضع نظمه لتعمل كلها في وقت واحد فتتكامل وتتناسق وهكذا أنشأ مجتمعه الفريد الذي لم تعرف له البشرية نظيرا في مجتمعات الأرض جميعا الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إنها الحملة المفزعة والتصوير المرعب وما كان أي تهديد معنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المجسمة الحية المتحركة صورة الممسوس المصروع تأتي لتؤدي دورها الإيحائي في إفزاع الحس لاستجاشة مشاعر المرابين لإخراجهم من نظامهم الاقتصادي وهي وسيلة في التأثير التربوي ناجحة في مواضعها وهي واقعة في حياة البشرية أيضا كان للربى صورتان رئيسيتان ربى النسيئة وربى الفضل أما ربى النسيئة فهو أن يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى أو يكون له دين فإذا حل الأجل ولم يستطع المشتري أو المدين القضاء طلب التأخير وزاده أما ربى الفضل فهو أن يبيع الرجل الشيء بالشيء من نوعه مع زيادة كبيع الذهب بالذهب والقمح بالقمح وقد ألحق هذا النوع بالربى لما فيه من شبهة به ولما يصاحبه من مشاعر مشابهة للمشاعر المصاحبة لعملية الربى فقد ورد أنه جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال كان عندنا تمر رديء فبيعت منه صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم عين الربى عين الربى لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به أما النوع الأول فالربى ظاهر فيه لا يحتاج إلى بيان إذ تتوافر فيه العناصر الأساسية لكل عملية ربوية وهي الزيادة على أصل المال والأجل الذي من أجله تؤدى هذه الزيادة وكون هذه الفائدة شرطا مضمونا في التعاقد وأما النوع الثاني فما لا شك فيه أن هناك فروقا أساسية في الشيئين المتماثلين هي التي تقتضي الزيادة وذلك واضح في حادثة بلال حين أعطى صاعين من تمره الرديء وأخذ صاعا من التمر الجيد ولكن لأن تماثل النوعين في الجنس يخلق شبهة أن هناك عملية ربوية إذ يلد التمر التمر فقد وصفه صلى الله عليه وسلم بالربا ونهى عنه وأمر ببيع الصنف الموجود بالنقد ثم شراء الصنف المطلوب بالنقد أيضا إبعادا لشبح الربا من العملية تماما وكذلك شرط القبض يدا بيد كي لا يكون التأجيل في بيع المثل بالمثل ولو من غير زيادة فيه شبح الربا واليوم يريد بعض المهزومين أمام التصورات والنظم الرأسمالية الغربية أن يقصر التحريم على صورة واحدة من صور الربا ربا النسيئة بالاستناد إلى حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة وإلى وصف السلف للعمليات الربوية في الجاهلية وأن يحلوا باسم الإسلام الصور الأخرى المستحدثة التي لا تنطبق في حرفية منها على ربا الجاهلية فالإسلام ليس نظام شكليات بل نظام يقوم على تصور فهو حين حرم الربا لم يحرم صورة منه دون صورة بل كان يناهض تصورا يخالف تصوره وكان شديد الحساسية في هذا إلى حد تحريم ربا الفضل إبعادا لشبح العقلية الربوية ولذلك فإن كل عملية ربوية حرام ما دامت تتضمن العناصر الأساسية للعملية الربوية أو تتسم بسمة العقلية الربوية والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم وإن كانوا هم أول المهددين بهذا النص الرعيب إنما هم آكله وموكله وشاهداه وكاتبه وهم سواء وأما المجتمع الذي يقوم كله على الأساس الربوي فأهله كلهم العنون معرضون لحرب الله مطرودون من رحمته بلا جدال إنها الشقوة البائسة للعالم المعاصر يدل عليها كثرة الحروب وقتلاها والجرائم وضحاياها والقلق ومرضاه لا يزيلها رخاء الحضارة ولا يسر الحياة المادية ولينها في بقاع كثيرة ونحن نرى مصداق ذلك في واقعنا العالمي اليوم واعترض المرابون حينئذ على تحريم الربا بأنه ليس هناك مبرر لتحريم العمليات الربوية وتحليل العمليات التجارية ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وكانت شبهتهم أن البيع يحقق فائدة وربحا والربا يحقق فائدة وربحا وهي شبهة واهية فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخسارة والمهارة الشخصية والجهد الشخصي يتحكمان في الربح والخسارة أما العمليات الربوية فهي محددة الربح في كل حالة وهذا هو الفارق الرئيسي وهذا هو مناط التحريم والتحليل إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان الربح وتحديده والانتفاء هذا العنصر من البيع ولأسباب أخرى كثيرة تجعل عمليات التجارة نافعة للحياة البشرية أحله الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله فمن سمع موعظة ربه فانتهى فلا يسترد منه ما سلف وأمره فيه إلى الله يحكم فيه بما يراه وهذا يوحي أن النجاة من سالف هذا الإثم مرهونة بإرادة الله ورحمته فيظل يتوجس من الأمر وهكذا يعالج القرآن مشاعر القلوب بهذا المنهج الفريد ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وهذا التهديد بحقيقة العذاب في الآخرة يقوي ملامح المنهج التربوي الذي أشرنا إليه ويعمقه في القلوب ولكن لعل كثيرين يغريهم طول الأمد وجهل الموعد فيبعدون من حسابهم حساب الآخرة هذا فهؤلاء ينذرهم القرآن بالمحق في الدنيا والآخرة جميعا ويقرر أن الصدقات للربا هي التي تربو وتزكو ثم يصم الذين لا يستجيبون بالكفر والإثم ويلوح لهم بكره الله للكفرة الآثمين يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وصدق وعيد الله ووعده فها نحن أولئي نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالربا ثم تبقى فيه بركة أو رخاء أو أمن وما قام مجتمع على التكافل في الصدقات المفرودة والمتطوع بها وسادته روح المودة والسماحة إلا بارك الله لأهله أفرادا وجماعات في مالهم ورزقهم وفي صحتهم وقوتهم وفي طمأنينة قلوبهم وراحة بالهم ويأتي التعقيب قاطعا في اعتبار من يصرون على التعامل الربوي من الكفار والآثمين الذين لا يحبهم الله ولا شك أن الذين يحلون ما حرم الله ينطبق عليهم وصف الكفر والإثم ولو قالوا بألسنتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله فالإسلام ليس كلمة باللسان إنما هو نظام حياة ومنهج عمل وإنكار جزء منه كإنكار الكل